ودي كده كانت نتيجة الاستنباد بالظبط بعد خمس ايام تقدروا ان انتوا تستخدموها في اي حاجة في الاكل بتاعكم تخطوها على الصلاة وتخطوها على الساندودشات المهم ان انتوا لازم تدخلوها يوميا في نظامكم الغذائي شايفين شكلها عامل ازاي؟ تاخدوها بصوا تعموها حلوة جدا بجد لازم تجربوا الطريقة دي البذور المستنبتة بتكون لها فوات صحية اكتر من البذور العادية لانه بيتم تكسير الفايتك اسد اللي موجود وبالتالي بيساعد على امتصاص نسبة عالية جدا من الفيتامينات والمعدن اللي الفايتك اسد بيكون السبب الرئيسي في عدم امتصاصها وعايز اقول لكم ان هي كمان بتكون مفيدة جدا للناس اللي بيكون عندها مشاكل في الهضمة والناس اللي بتعاني من جوسومة المعدة وبيكون فيها نسبة عالية جدا من العناصر المغزية زي الفلات والحديد وفايتامين سي والزينك والماجنيزيوم والبروتين وعايز اقول لكم ان كمان عملية الاستنباد دي بتكون مهمة جدا علشان بتكون اقل في نسبة النشاء اللي موجود اهم حاجة ان انتو تبقوا حارسين ان انتو توشوها مية كل يوم لحد ما البذور تبدأ تطلع انتو عارفين ان القيمة الغذائية في المستنبت بتكون اعلى 100 مرة من البذور العادية بالاضافة بقى لنوعية البروتين نفسه اللي بيكون في الحبوب المستنبتة بيكون افضل منها وهي سليمة ومكتملة النمو وعايز اقول لكم ان دي من اكتر الحاجات اللي بتساعد على الحفاظ على البيئة انا عملتها على حتين مرة عملتها على فخار والمرة التانية عملتها على ورق المناديل الحقيقة الفخار ماكملش معايا خالص وجهة على اليوم التاني الكسر ماقدرش ان هو يكمل واللي استنبت على المناديل كان تحفى وهائل